اشتركوا في القناة ومنكم الطاعات ويغفرنا ويغفرلكم ويرحمنا ويرحمكم ويرحم أمواتنا وأمواتكم طبعا اليوم بما أنه توقعتنا اليوم الجمعة والقمر اليوم مستقر تماما في برج الثور القمر موجود الآن في منزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة أربعة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينيج لا ينتقل بعديها القمر لمنزلة صعبة شوي وثيلة اللي هي منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل لعدم البدء بأي شيء جديد بما أن القمر موجود في برج الثور معناة التأثيرات على جميع الأبراج بهاي الفترة منشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقلما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر عادة يستحسن البدء ببرنامج ادخار وفي هذه الفترة ممكن الاهتمام بالأمور العقارية مثل بيع وشراء استيجار بيت أشياء من هذا القبيل وبرضو الفترة هي مناسبة لقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في عنا زاويتين اليوم بدأ تأثيرهم وهي زوايا بطيئة طبعا الزاوية الأولى هي زاوية سلبية ذكرناها في حلقة الشمس وهي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين المشتري واللي رح تبدأ تأثيراتها اليوم 24-6 ورح تستمر تأثيراتها لغاية يوم 3-7 دروتها يوم 29-6 طبعا هاي الزاوية عادة بتبدد الحضوض في أي مسعى من قوم فيه الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال المضاربات المالية أو البورصة أو الأسهم أو التجارة بالعملات أو هاي الأمور كلها في هاي الفترة بدهم يكونوا حذرين جدا لأنه بالفترة هاي فيه شيء العلاقة بتبذير الأموال وفي نفس اللحظة إلو خلل في هذا المضمار فممكن تخطئ تقديراتك أو حساباتك فبدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين المريخ وبين زحل وبرضو هاي اليوم بداية تأثيراتها اللي هو 24-6 وبتستمر تأثيراتها لغاية يوم 1-7 طبعا ذروتها يوم 27-6 هاي الزاوية بتمنحنا نوع من أنواع الوضوح في بعض الأمور وبتسمح لنا بالتغلب على بعض العقبات برضو ممكن هاي العقبات تكون لها علاقة بالعمل أو بالمشاريع بشكل خاص بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل بين القمر وبين أورانوس طبعا هاي الزاوية رح تكون في ساعات المساء تأثيراتها بتبدأ من ساعات ما قبل العصر وبتستمر إلى ما بعد منتصف ليل الجمعة على السبت هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وبرضو ممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم ونبتعد عن العمليات الجراحية إلها تحديداً اللي هي العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدراقية اللوزتين وتفاحة آدم واللي بيشعر بأي آلام أو أعراض لهاي الأعضاء تحديداً ما يستهين فيها يراجع طبيب لأخذ العلاج المناسب طبعاً بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها هاي الفترة غير مناسبة خصوصاً هذا اليوم غير مناسب لا القص العلاجي ولكنه مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة الاهتمام بأمور إلها علاقة بالبشرة ويصلح لإزالة الشعر الزائد يعني عمليات التجميل الجراحية هذا يوم مناسب لإلها ويصلح أيضاً لقص الشعر التجميلي والصبق بما أن القمر موجود في برج الثور معنا دخلو المسار القادم رح يبدأ يوم السبت يوم خمسة وعشرين ستة بيبدأ في تمام الساعة سبعة ودقيقة مساءً وبيستمر حتى تمام الساعة دعش واثنعشر دقيقة مساءً لا يستقر القمر بعديها في برج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم انحسار الهداء الخمسة وعشرين يوم طبعاً بكم الخمسة وعشرين يوم بعد منتصف اللي هي ليلة الجمعة على السبت اللي هو ساعة اتناعش منتصف الليل وبيصير نسبة الإضاءة عشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنان وعشرين سبعة طبعاً هي الآن سعيدة بنسبة عشر في المية ولكن في ساعات الصباح بتبدأ نسبة الحضوض تنزل يعني لغاية ما توصل لعشر في المية وفي ساعات ما قبل الظهر بترتفع فجأة لأربعين في المية سلبية طبعاً منتحسة أما بالنسبة للقمر في برج الثور حتى يوم خمسة وعشرين ستة هو الآن سعيد بنسبة خمسة وعشر في المية له موعد مثل الحلقة ولكن بعد منتصف الليل يعني بعد منتصف الليل الخميس على الجمعة بيصير منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية أما في ساعات المساء بترتفع نسبة النحوسة لها خمسين في المية عضارد في الجوزاء حتى يوم خمسة سبعة هو الآن سعيد بنسبة سبعين في المية ولكن في ساعات الصباح بتنزل ساعاته لنسبة خمسة وعشرين في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم ثمانطعش سبعة هو الآن سعيد بنسبة خمسة وعشر في المية ولكن في ساعات الصباح بنزل خمسة في المية فبصغير عشرة في المية نسبة السعادة المريخ في الحمل حتى يوم 5-7 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 28-7 سعيد بنسبة 25% زحل في الدلوب يتراجح حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجديد يتراجح حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أن القمر موجود الآن في البيت الثاني واللي إله علاقة في الأمور المالية فهذا يوم بيحمل معاه فرص مالية وعلى الأغلب بتكون مفاجئة أو بتدخل تحسين على ميزانيتكم هاي فترة غنية ببعض الفرص المالية ولكن بسبب انتحاسة القمر بتكون تنتبهه من المصاريف لزيادة عن اللزوم والتبدير لزيادة عن اللزوم بهذا اليوم رغم أنه موضع القمر بعطي فرص لأمور اجتماعية مهنية عاطفية أهم شيء أنك ما تضيع عليك الفرص وحاول أنك توظف طاقتك الذهنية وحاول أنك تحد من التساؤلات والالتباسات وناقش بوضوح برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم طاقة عالية جدا القمر صار موجود عندكم وبيعطيكم طاقة منتازة جدا وبتقدروا تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا الحضوض قوية والنتاج حاسمة ما في أي شخص اليوم بيقدر امنوي نفسك بتقدر تطوي صفحة الماضي الأيام اللي كانت صعبة وبترتفع عندك المعنويات مجددا وهاي فترة نشطة وواعدة بتطور جيد وحضوضة عالية ولكن بسبب انتحاسة القمر بدك تضبط أعصابك من الانفعال في بعض الأوقات وردة الفعل السلبية والعصبية اللي ممكن تتميز فيها اليوم برج الجوزة طبعا بالنسبة لموليد برج الجوزة معروف ان القمر موجود الآن في بيت المتاعب وبما انه في بيت المتاعب ومستمر لغاية مساء يوم الغد اللي هو السبت فهدولة يومين صعبين جدا عليه بيتطلب منك هذا اليوم تحديدا عدم المبالغة في جهدك الجسماني حاول انك تنجز اللي بتقدر عليه من عمل متراكم دون اهمال صحتك طب ما رح يسود بعض الهدوء والملل وتراوح أعمالك مكانها وتخيب أمالك لسبب أو لآخر حاول انك هذا اليوم لا توقع على عقد ولا تحسم أمر هذه فترة فارغة من الطاقة والحظ فما تراهن عليها وأي شخص بوعدك بشيء معنى اعرف انه ما رح يوفي بهذا الوعد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتسعده من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم حاول انك اليوم تكون مخلص لصداقاتك ووعودك اليوم ممكن تحصل تأييد لا بأس فيه فعشان هيك بدك تكثف ارتباطاتك وعلاقاتك مع الأصدقاء العلاقات الاجتماعية ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو تسعد بمناسبة اجتماعية معينة لأجواء جيدة ودعملة إلك وباستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر وحاول انك ما تفرد سلطتك على أصدقاءك وتتحكم فيهم اليوم رح تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي برج الأسد بالنسبة لما وليت برج الأسد طبعا القمر الآن موجود يعني في مكان صعب شوي لهذا بيت السمعة فعشان هيك بدك تركز على أي شيء بشوه سمعتك أو بسبب لك مشاكل حاول اليوم تبعد عنه قدر الإمكان ضبط الأعصاب مطلوب وهذا اليوم هو إجمالا مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وهاي الفترة زي ما حكينا بتحمل بعض الضغوط على عدة أصدقاء أهمها علاقتك مع المسؤولين عنك بالعمل وأمور اللي إلها علاقة بتشويه السمعة زي مخالفة القوانين ارتكاب مجازفات أو مغامرات هاي كلها اليوم ضدك يعني فيه نوع من أنواع الارتباط المهم اليوم اللي ممكن يكون هو اللي بيسبب لك نوع من أنواع التوتر فأهم شيء زي ما حكينا حاذر من العناد والمشاعر السلبية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً القمر الآن بمكان ممتاز جداً بالنسبة لإلكم فممكن اليوم يصلكم خبر من بعيد أو تنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو الاتصالات البعيدة أو الامتحانات الجامعية أو العلاقات مع الأجانب عشان هيك اليوم تزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم وبتطمئن خواطركم في هاي الفترة وممكن ترغب بخود تجربة جديدة هاي فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما تعتبر هاي فترة ممتازة جداً ولكن الحذر اللي بدي أوجهلكم إياه إنه انتبهوا خلال هذا اليوم أثناء تنقلاتكم وخصوصاً على الشوارع المفتوحة ما بين المدن اللي بدهم يسافروا ما بين المدن ينتبهوا أثناء القيادة وبرضو أثناء سفركم اللي عندهم سفر يتفقدوا أوراقهم وأمتعتهم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً ثقتكم عالية جداً اليوم في نوع من أنواع الفرص اللي إلها علاقة بمكسب مالي الوصيلة بشراكة أو تعويض ولكن بدك تنتبه بما أن هذا الخمر موجود في البيت الثامن فلابد إلا أنه يوجه تركيزك بالتجاه صحتك أو صحت قريب لإلك بتكون بحاجة للرعاية هاي فترة مهمة جداً بالرغم من بعض التوتر السائد فعشان هيك يحاول أنك ما تغامر بموقعك وحاذر النزاعات والتذمر والتمرد وقوم بواجباتك بشكل تام هذا اليوم مناسب لأنك تطالب بحقوقك المالية زي تعويض أو شراكة أو أموال أنت بتكون مدعينها لأشخاص بدك تحصلها ولكن هذا يوم غير مناسب للمغامرات المالية وأيضاً لإقراض بعض الأشخاص أموال المال اللي بتقرضه اليوم ما برجع لك برج العقرب بالنسبة لهذا اليوم فهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعك وتعزيز شراكاتكم شراكاتكم سواء في المال أو في العمل أو مع الأزواج هذا ولا شركاء فبتقدر تعزز علاقتك معهم تتصالح معهم تتقارب منهم تتفق أنت وياهم على اتفاق أو صلحة أو أي شيء الأجواء مناسبة للتعاون أهم شيء أنه أنت اليوم سهل استفزازك لأن طاقتك ضعيفة فعشان هيك بدك تحافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك بتكون الضغوط كثيرة فعشان هيك بدك تحاذر تحاذر من تأزيم أي خلافات حاول أنه يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم الوضع ما بيتحمل أي مشكلة فعشان هيك يتضبط الأعصاب مطلوب برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر الآن صار في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل له علاقة بالصحة فعشان هيك اليوم رغم تراكم العمل وزيادة المطلوب منك إنجازه وإتمامه خلال هذا اليوم من أعمال ونشاطات عدة وحتى ممكن يكون في بعض الاستفزازات من زملائك في العمل لا إلك ضبط الأعصاب بدك تضبط أعصابك وبرضو رغم هيك عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم بالمقابل بدك تنظم جدول أعمالك بشكل جيد عشان ما تعمل عملين في نفس الوقت وبرضو خدوا انتباك ولا غذائكم اخذوا قصد كافي من الراحة اليوم راح تلاحقك اتصالات وتكثر المسؤوليات وخصوصا العائلية والمهنية فبدك تنظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بانشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك على التحمل أهمش إنك ما تشك بنفسك رغم أنه اليوم بحمل انشغالات برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا اليوم بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وطاقتكم حلوة والأجواء رائعة إذا استغلتوها بشكل جيد اليوم الاهتمام كله راح يكون على المستوى العاطفي والهوايات المرح والترفيه ولكن لا تغامر وما تجازف بالمراهنات أو تراهن على شيء لأنه مش لصالحك وبرضو بدك تبعد عن أي مواجهة أو انتقاد أو تحكم بأحباك أو بأبناءك اليوم تقدر تمارس نشاط فني أهم شيء إنه برضو ما تبالغوا في تجربة حظكم المالي زي ما حكينا أنتو اليوم على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي بدكو تتجنبوا الانتقادات وتسعوا لتلطيف الأجواء اليوم راح تستعيد صفاء ذهنك وتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية ولكن بدك تركز بتفاصيلها برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا القمر الآن صار موجود في البيت الرابع للا إلكم عشان هيك هذا يوم مناسب لأي أمور إلها علاقة بالعائلة أو بالعقارات بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية تقدر تخصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العالي ممكن اليوم يكون في لقاء أو رجعة أحد أفراد العائلة لأرض الوطن أو للبيت أو من هذا النوع أو فرحة أو مناسبة معينة عائلية رغم أنه القمر شوي في بعض النحوسة فالجو العام بعطي نوع من أنواع الضغط بكمية المسؤوليات الكبيرة اللي بتكون على عاطقك ممكن تكون على موعد بارتباط مهم ما بيجوز الفشل واليوم برضو بيحمل بعض المصاريف المنزلية اللي بدك تكون حذر من كثرتها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنشطه في أمور الحلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة طبعا اليوم نشاطك عالي جدا حتى على مستوى الامتحانات الأجواء ممتازة جدا وبرضو رح يكون لكم نوع من أنواع التعامل ممكن يكون مع أخ أو جار اليوم أنت بتتمتع بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهمش أنك ما تسكت حاول أنك تسمع صوتك ولكن بدون عصبي وانتقاد أو أنه ما يكون كلامك واضح فعشان هيك بعد دعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي لا أي إهمال أو تقصير وحاول أثناء قيادتك للسيارة أو أثناء حركتك تنتبه ما تتسرع ما تتهور انتبه أثناء القيادة وبرضو انتبه على سيارتك وأجهزتك الإلكترونية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء